الذئب حيوان بري عزيز النفس لا يأكل إلا طازجا فلا يقرب الجيف ذكي إلا الحد أن تفكيره قريب من تفكير البشر وله صفات لا تتوفر في أي حيوان آخر مضرب المثل في الشجاعة والدهاء حريص جدا لا يرجع عادة من الطريق الذي جاء منه يتحلى بخصلة التفاؤل نظره ثاقب وحس تشمه في غاية القوة ويعيش بين 16 إلى 20 سنة حيوان كثير المكر لا تنفد حياله ولا تنتهي شديد الصبر قادر على المراوغة إذا جرى وثب وثبا شديدا وهو أصبر الحيوانات على الجوع وفي الحالات النادرة جدا من حالات الخيانة عند الذئاب وتحديدا الذئب الذي تعرض لتلك الخيانة ماذا يصنع بنفسه من شدة الندم؟ صدقوني سيصدمكم حقا ما سأذكره لكم عن الخيانة وكيف تكون عقوبة الخائنين؟ ولماذا تم ذكر هذا الحيوان تحديدا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام؟ وسأذكر لكم الحقيقة التي أكدها العلم عن الذئب وبينت المعجزة الإلهية في ذكر هذا الحيوان في قصة يوسف عليه السلام والمدهش حقا هو أساليب الصيد الذكية والترتيب الطبقي المدهش للقطيع أثناء عملية الهجوم لنصلي ونسلم أولا على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام اكتب صلاتك عليه في تعليق تؤجر أنت ومن قرأها وأرجو منك الاعجاب بالحلقة والاشتراك معي في القناة والنبدأ ذكر الذئب في القرآن الكريم كما تعلمون في قصة نبي الله يوسف عليه السلام وقد ذكر أيضا في الأحاديث النبوية الشريفة الذئب الذي شهد بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه أحمد وصححه الألباني الذئب هذا الحيوان الذي يمتلك من الصفات ما تجعله الأسماء والأرقى بين عالم الحيوان فبحسب المعلومات التي أكدتها دراسة سلوك عالم الحيوان أن الذئب لا يقوم بعملية التزاوج بينه وبين أمه ولا بينه وبين شقيقاته كما يفعل بقية الحيوانات وإذا تزاوج مع ذئبة أخرى ضلت معه ترافقه حتى نهاية العمر فلا يخون أحدهم الآخر إلا في حالة نادرة جدا سأذكر لكم إحدها وسأعرض عليكم مقطعا صغيرا يبين مدى حجم الندم والوجع الذي يعانيه الذئب الذي تعرض للخيانة من أنثاه ويقال أنه حتى بعد أي متذئب تمسك الأنثى عن التزاوج مع ذئب آخر وتظل ثلاثة أشهر في مأوها يملأها الحزن على فراق شريكها ولا تخرج من مأوها البعض قد يتساءل فكيف تتغذى إن كانت في المأوها طيلة هذه المدة حسنا سأخبركم المعروف أيضا عن الذئاب بحسب دراسات سلوك عالم الحيوان أنها الحيوانات الوحيدة البارة بوالديها نعم صحيح ما سمعتموه فالذئاب تبر بوالديها وتظل برفقة الأسرة حتى بعد أن تكبر وتتزاوج تضع لها مأوى بالقرب من مأوى والديها والبعض منها يعيش معهم في نفس المأوى طيلة مدة ثلاثة الأشهر تقوم الأبناء برعاية أمهم وتقديم الصيد لها وتتولى رعايتها بعناية تامة وحتى بعد أن يتقدم العمر بالذئب وتصبح أكبر سنا وغير قادرة على الصيد تتولى مهمة رعايتهم الأبناء حيث يقومون بتقديم وجبات الصيد لأبويهم أولا ثم بعد ذلك يذهبون ليصطادوا لأنفسهم فسبحان الله في الوقت الذي نجد فيه الكثير من بني البشر يملأه العقوق لوالديه وربما قد يصلوا بالعقوق عند البعض أن يمد يديه على من سقاه الحنان والأمان منذ طفولته فالله حسيبهم وكفى أما عن حالات الخيانة عند الدئاب إليكم هذا المشهد النادر والذي يؤكد حقيقة ما أذكروه لكم من معلومات وحقاق فإذا رأى الضئب أنثاه تخونه مع ذئب آخر وهي حالات نادرة جدا ينعزل وحيدا ويظل يبكي وينتحب لفترة طويلة إليكم الأمر الأكثر غرابة حيث يقوموا بعض يده اليمنى بكل قوة حتى يمزقها أثناء بكائه ندما وألما من الخيانة التي تعرض لها يا للخيانة وما تخلفه كمية وجع لا توصف أليس كذلك؟ أما عن الجناه فيتم معاقبة الدئب الذكر أن ينفوه من القطيع بل حتى أنه يجب أن يغادر خارج حدود منطقة القطيع ويصبح يصطاد وحيدا ويكون أكثر عرضة للموت في حال عاد إلى القطيع أو تسلل إلى المنطقة الحدودية التي يقطنها قطيع الذئب فقد حكم على نفسه بالافتراسة والموت أما الأنثى الخائنة فسرعان ما تنقض عليها بقية إناث القطيع تهاجمها وتمزقها وتفترسها وتتقاسم إناث القطيع أعضاء تلك الأنثى لتأكلها أما عن الإنسان وعلاقته بالذئب تربطه علاقة منذ القدم كما جاء في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام وإخوته عندما اتهموا الذئب أنه غدر بهم عندما ذهبوا يستبقوا وانفرد بيوسف عليه السلام لأنه ما يزال حينها صغيرا وليس شابا كبقية إخوته ثم افترسه وأكله وبعد إن أثبت الله كذبهم وزيفهم في نهاية صورة يوسف كما تعرفون جاء الألم أيضا ليثبت هذا الكذب ويثبت صحة ما جاء في القرآن الكريم وأنه وحي من رب العالمين فلا جدال في ذلك حيث أجرى الباحثون في سلوك عالم الحيوان دراسات تطبيقية وواقعية لهذا الحيوان ونمط العيش الذي يتبعه استنادا إلى تلك الدراسات والمعلومات أكدوا بأن الذئب صاحب غارات وخصومات وغدر في بعض الأحيان ويوصف بأنه يقتنص فرصته جيدا ويتحين الفرصة المناسبة للإفتراس والإغارة فهو صبير جدا وشديد الحرص ويفترس الإنسان أحيانا ولكن ما أثبته هو أنه لا يمكن أن يفترس الصغار من البشر ولا يقوم بافتراس الأطفال وحتى صغار الحيوانات لا يمكن أن يفترسها بل يتركها ويذهب وأثناء هجومه لا يختار إلا أفضل الفرائس وأكبرها حجما وأجودها والأكثر من ذلك أن تلك الدراسات أكدت أن الذئب لا يخرج إلى الإفتراس إلا عندما يحل الليل أما في النهار حتى وإن تجاوز الإنسان منطقة الذئاب الحدودية فتظل تراقبه وتصدر تنبيهات العواء بأن هذه منطقتهم طوال النهار إلى أي حين الليل تبدأ بتنسيق الهجوم وصحيح أن الذئاب هي شديدة العداوة للبشر حيث ذكر البعض أن هذه العداوة الشديدة اكتسبتها الذئاب من بعد حادثة قصة نبي الله يوسف عليه السلام والله العليم والمعروف أيضا عن الذئاب أنها صيادة خبيرة تفترس الحيوانات الكبيرة من ذوات الحوافر مثل الغزلان والأيل وغيرها من الحيوانات الأخرى مثل الأغنام والمعز ولكن المثير حقا هو أن أهم عامل يجعل عملية الصيد ناجحة هو الترتيب الطبقي داخل قطيع الذئاب لأنه من الواجب أن يقود القطيع ذئب قوي ذي خبرة عالية وهذا القائد دائما يتزوج أنثى قوية ويكون مخلصا لها طوال حياته وعندما تكون أنثى الذئب القائد حاملا تعتكف في مسكنها وباقي إناث القطيع تحضر لها طعامها وتلد أنثى الذئب بعد خمسة وستون يوما من الحمل وتضع من ثلاثة إلى ثمان جراء أما عن تنسيق الهجوم للصيد فيجعل القائد من نفسه في مقدمة القطيع ومعه المجموعة القوية من الذئاب الشابة وتنقسم إلى مجموعتين الأولى في جهة اليمين والثانية في اليسار ثم يأتي دور الإناث في منتصف القطيع وتتقدمهن أنثى الذئب القائد القوية ثم يأتي في الترتيب الأخير للقطيع الذئاب الأكبر سنا حيث يضعهم القائد في نهاية القطيع تحسبا في حال حدثت معركة مع الفرائس تكون الذئاب الأكبر سنا في موضع حماية في مؤخدة القطيع ولد الذئب من الذكاء ما يجعله يعرف إن كان راعي الماشية يحمل سلاحا أم لا ويعرف إن كان الراعي ذكرا أو أنثى وبناء عليه يقرر الهجوم من عدمه ويقطع مسافات طويلة من أجل غذائه ويضرب به المثل في سوء الطبع ورفضه الشديد للضعف والذل لأنه قد لا يتوانى عن الفتك بذئب آخر ولو من قطيعه والنيل منه إذا رأاه جريحا أو في حالة ضعف وعندما تنعدم الفرائس فإن الذئاب تأكل الفاكهة والثمار وبعض النباتات البرية وأقدام الذئاب مناسبة جدا للتنقل فوق أنواع مختلفة من الأراضي وخصوصا فوق الثلوج كما أن لها شريطا منسوجا خفيفا بين كل أصبع وأخرى من أصابع أقدامها ليساعدها على التنقل فوق الثلج بشكل أسهل نسبيا من طرائدها ويؤكد علماء الحيوان أن الذئب شجاع وذو طبع متوحشة حذر وخطر يفترس الماشية والكلاب كما أنه يفترس الإنسان أيضا حواء الذئاب المخيف يرعب الإنسان لكن الذئاب تتجنب الناس قدر استطاعتها لا تهاجم إلا في حالة التعدي والدخول إلى حدود منطقتها يستطيع الذئب الجار بسرعة عالية ويقدر على العدو ساعات طويلة ويهاجم فرائس وحيوانات قد تصل إلى عشرة أضعاف وزنه وبعض الفرائس تجري بسرعة ضعف سرعة الذئب لهذا السبب تلجأ الذئاب إلى سياسة النفس الطويل حيث تطارد فريستها فترة طويلة وقد تقطع الكثير من الكيلومترات عدوا خلف فريستها فتطارد لساعات طويلة حتى تنهك فريستها فتنقض عليها بسهولة الأمر الذي يوضح سبب سيطرة كل قطيع من الدئاب على مساحات واسعة من الأراضي ما بين 65 إلى 300 كم مربع للقطيع الواحد هذه المسافة الكبيرة راجعة إلى أسلوب الصيد الذي تتبعه الدئاب وهو مطاردة الفرائس لمسافات وساعات طويلة هناك أنواع كثيرة من الذئاب وهي تنتمي إلى فصيلة الكلاب التي تضم بدورها 14 نوعا وهي من رتبة اللواحن وتنتمي جميع الذئاب تقريبا إلى نوع يسمى الذئب الرمادي كما يوجد نوعان رئيسيا من الذئاب الرمادية هما ذئب الغابات وذئب التندرا وهو الذئب القطبي أو الذئب الأبيض ولا ننسى أيضا نوع الذئب العربي حيث يميل هذا النوع في لونه إلى اللون الرمادي يتخلله اللون الأحمر بشكل طفيف ويعيش الذئب العربي عادة في مناطق التلال وشبه الصحراء أما النوع الأخير الذئب الأحمر وهذا النوع شبه منقرض فمع نهاية الثمانينات من القرن العشرين كان قد بقي من أعداده ما يقرب من ثمانيون ذئبا وجميعها تقريبا في حدائق الحيوان تعتمد الذئاب على العواء لتعلن لباقي الجيران أنها تملك هذه المنطقة وسوف تدافع عنها ضد أي هجوم أو اقتحام يقوم به أي قطيع آخر أو أي دخيل غريب عن المنطقة فالذئاب التعوي بشكل منظم كل ثماني أو عشر ساعات وتستطيع سماع هذا العواء على مسافات كبيرة جدا تصل إلى عشرة كيلومترات والذئب يشم رائحة دم البشر على بعد أميال بالصحراء وإذا أصيب الإنسان وخرج منه دم يصبح هدفا له والذئب لا يأكل الجيفة مهما كان جوع ولا يصبح أليفا كباقي الحيوانات المفترسة مثل النمور وغيرها إن أعجبك الفيديو ولا تنسى الإعجاب والاشتراك معي في القناة دمتم سالمين إلى اللقاء